نشطون أجانب أطلقوا حملة للتضامن مع المعتقلين في البحرين تحت شعار أسر البحرين نحن نسمعكم الحملة تهدف لإظهار الانتهاكات الممنهجة المتواصلة التي يعاني منها السجناء في البحرين وللتأكيد لهم بأن حرار العالم يسمعون أصوات عذاباتهم ونداءاتهم التي يطلقونها من داخل السجون للتحرك العاجل من أجل إنقاذهم تأتي هذه الحملة بعد أن بلغ السيل الزبا في معتقلات البحرين بعد أن باتت مأول لكل حر يصدح بكلمة حق دفاع عن حقوق البحرانيين التي سلبتها عائلة آل خليفة مدنست أقدامها أرض البحرين الطاهرة قبل عقدين من الزمن ولذلك أقول الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين المضحين المساعدين للموت الصادقين مع الله لقد وعد الله سبحانه وتعالى النصر لهم وسيكون النصر لها سجون جو الحوض الجاف سيء الصيت يقبع خلف قضبانها قادة ورموز المجتمع وناشطيه الحقوقيين والسياسيين والميدانيين الذين صدرت بحقهم أحكام جائرة بالسجن فيما ينتظر البعض الآخر منهم الساعة التي يرتكب فيها آل خليفة حماقة إعدامهم الأوضاع في تلك السجون تعكس الطبيعة السادية لعائلة آل خليفة حيث سوء المعاملة والحرمان من العلاج وانتهاك المقدسات والحرمان من الدراسة ومن الزيارات إضافة إلى سوء الأوضاع الصحية التي وصلت إلى حد إصابة بعض السجناء بداية جرب نظرا لعدم تعرضهم لأشعة الشمس ولعدم نظافة المعتقل هذه الأوضاع الماساوية دفعت السجناء إلى الدخول في إضراب عن الطعام في سجن جو بعد شيوع ظاهرة الضرب والحرمان من الحقوق الأساسية ومن الطعام ومن أداء الشعائر الدينية قادت ورموز الثورة أعلنوا من جانبهم إضرابا عن الزيارة منذ أكثر من تلافة شهور وانضم إليهم معتقلوس جن جو وذلك احتجاجا على سوء معاملة قوات المرتزقة الخليفية لكن كل هذه الأوضاع الكارثية لم تنل من عزيمة الأحرار ولم تبعث من إرادتهم فصمودهم صخرة تتحطم عليها أحلام آل خليفة بتركيع البحرانيين